اتقاتلت وتقطعت واترمت في الشارع للكلاب كانت قومة قومة المفاجأة شلتها الامة هات يلا كله يجيب السكاكين كله يجيب السكاكين ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة نصيحة لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمة او مخالفة للقلم لان الجريمة لا تفي ساعة مع حنفي اهلا بكم اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة معنا القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خالها بنرسخ لمفهوم هم جدا ان الجريمة مهما كان زكاء مرتكبها او فاعلها لان تفي وان العقاب واقع لا محل تعالوا شوف الجريمة دي اللي غريبة جدا تمت بالصدفة وتمت بسبب ايه بنت جميلة اسمها حفيظة 23 سنة خريجة جامعية بقسم فرنساو كل مشكلتها انها جميلة اتقاتلت وتقطعت وترمت في الشارع للكلاب لان كل جريرتها وكل مصيبتها انها جميلة ايه اللي حصل لحفيظة 23 سنة الجريمة دي من 6 سنين حد يقول انها تبدل تتداول في المحاكم 6 سنين ليه ليه يعني تعال نشوف تفاصيلها ونشوف في الاخر اصمرة عنها البنت دي في الاول عشان لو بكل الناس عارفة الجريمة دي في دولة الجزائر في ولاية اسمها بسكرة ما عارفش وانت الاسم صحة والله البنت دي خريجة جامعة قسم فرنساو بتنزل مع اهلها ان كانت تروح لها رايبها ان كانت تروح لاصحابها تروح مشوينها وبترجع دي عندها 23 سنة صغيرة ساكنة في الدور التالت في الدور التاني اسرة متكونة من 3 شباب و 3 بنات وابهم ميت يعني الشقة اللي تحتيهم فيها 7 افراد ام وولادها 3 سبيان و 3 بنات او 3 زكور و 3 ناس يعني اللي عادين في الشقة تحتيهم سبع افراد ام وعيالها البنت طبعا وهي طلع ع شققتها ونزل شققتها بتعدي على شقة الستة وعيالها البنت الجريمة حصلت ازاي البنت راجعة من بيتها راجعة من شغلها وطلع ع السلم الوقت بيفتح الباب بالصدفة عين من العيال اللي ام وقعدين مع امه كان في الوقت ده الصدفة انه قعد لوحدي الجار ده عنده 34 سنة ومش متجاوز وامه عندها 60 سنة فتح الباب لقى البنت طلع ع السلم الشقة بتاعته فاضي لامه والاخواته موجودين البنت طلع عادي جدا بس طلو مساء الخير رأى لها مساء النور وطلع مرة واحدة راح شدها من الحجاب طبعا المفاجأ يا جماعة المفاجأ واحد يقولها كانت تصرخ هي مليحيتش تصرخ كانت قومة قومة ايه المفاجأة شلتها واحدة بتطلقت واحد شاب واقف جرها عارف امه عارف اخواته ومصاحب البنات واخواته شدها من الحجاب بتاعها وراح مدخلها الشجة وجفل عليها كتم نفسها وراح مجراتها من ملابسها واختصابها اختصاب كامل حافظها طبعا اللي تعرضت له بالسهل من اول ما خطفها وشدها من شعرها ودخلها لغيت ما شل مقاومتها لغيت ما كتم انفسها لغيت ما جراتها من ملابسها لغيت ما اختصابها بعد ما فاء من اللي عملوه ابتدى يلطب هعمل ايه دموا واخوتي جيين وحفيظة هتقول لي اهلها مستقبالي هموت هيعدموني راح جاب السكينة وراح دبع حفيظة بعد ما دبع حفيظة انت بعمل ايه اهل زمانهم جايين اهل حفيظة هيسألوا عليه دخل المطبخ لاجه امه محتفظة بسطور راح جاب السطوره من وسط البطن فصل النص الاعلى على النص الاسم وهو قاعد يمسح في الدم من طب امه واخواته لاجه الجسة في الحمام والدم مغرر عملت ايه عملت ايه قالوا بغلطة عمري هنا بقى الام والاخوات يعملوا ايه في حد يقولك يبلغوا الشرطة طب قلب الام طب الاخوات هيبقى اخوهم لا للاسف بدل ما يكون فيهم واحد عاقل رشيد يقول واحد غلط يتحاسب راح يشتركوا كلهم في الجريمة الامة قات يلا كل يجيب السكاكين كل يجيب السكاكين القصة دي حقيقة على فكرة موجودة الصحف الجزائرية ده حصلت مظاهرات فيه ولاية بسكرة بسببها الامة وولادها الامة وولادها الستة سبعة قاعدوا حوالين حفيظة بعد الابن ما قطع الراس وقطع الفصل البط نص الاسفة ونص الاعلى ابتدوا يقطعوا في البنت اجزاءه صغير وكل واحد من الاولاد يمسي الكيس وروح يلمي في حد طبعا حفيظة اخرت اهلها ابتدوا يقلقوا يسل ينزلوا صورها يا ناس اضطر الاهل لحفيظة يبلغوا الشرطة الشرطة بتاعت رأي بالكاميرات شافوا حفيظة وهي دقل البيت في معاتها وما طلعتش بيت ابوها يبقى حفيظة اختفت فين جوه البيت ابتدوا يسألوا الجيران زابط الشرطة لاحظ ان جيرانهم اللي تحتيهم اولا ما اشتركوش في البحث ما كانش بيطلعوا يسألوا عليها رغم ان الجيران كلهم كانوا بيطلع عن ضم حفيظة وحفيظة وعملت ايه وقوط حفيظة الوحيدين اللي ما سألوش على حفيظة ولا غيابها عن غيابها هو الشاب ده واهله ابتدى الشبهات تحوم تب ليه ما سألوش ده انتو جيران الناس كلها ابتساء ابتدى الزابط بيضايق الخيوط على الاسرة ليه لغيت ما شاب ابن الشباب انهار واعترف وقال اخوي شدها من شعرها دخلها واختصبها وموتها واحنا اشتركنا معاه ووزعنا جساسة على كذا منطقة بالفعل ارشدوا عن مكان اختفاء القطع اللي هم كانوا مقطعينها اتعرفت طبعا الراس اتعرفت عليها اسرة حفيظة طبعا السور اللي موجودة يعني شكل الراس ربنا مكتب على حد منظر باشع للجسة بعد ما تقطعت استلموا البقايا وتم دفنها بعد سزان الطب الشرعي وتم القبضة على الام وولادها الستة الام بتقول اعمل ايه ابني جالبي ما طوعنيش والاخوات بيقولوا كنا نسيب اخونا يضيع هو مواتها خلاص هي ماتة احنا ما عملناش حاجة يا جماعة احنا لا دبحنا ولا قطعنا فيها اخويا هو اللي جينا لجناها مجطعة احنا ساعدناها بس علشان جلنا حفيظة ماتت هيفيد ايه لما اخويا يموت لو موت اخويا هيرجع حفيظة والله كنا سلمنا للعدالة كنا جلنا لهم خدوها اوه موتوه وترجع حفيظة بس حفيظة ماتت وامنا قالت لنا هيفيد بيه لو بلغنا عن اخوكم هل بلغنا عن اخوكم هيرجع حفيظة بدل ما هو يموت هو التاني يعيش وحفيظة الله يرحمها عشان كده كلنا ساعدناه في خفام عالم الجريب احنا ما عملناش حاجة احنا كان غزبا عنه امنا شايفينها منهارة واخونا اللي عودوا المصيبة منهارة واللي ماتت مش هنعرف نرجعها هيفيد بايه ان احنا نموت اقونا ونسلموا الكل اشترك في الجريمة ومثلوا الجريمة والقضية قعدت ست سنين ليه ليه ست سنين نقضوا احكام وا 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 اتحكم على الشاب بالاعدام والباقية بالسجن طب يعني ايه زن بحفيظة ده كله ليه لكن هنقول ايه لله الامر من قبل ومن بعد اشكركم